بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الجزء السادس عشر من الدرس الثاني بعنوان application سوف ناخذ تمرين تطبيقي لمسألة التماسات التماس خارجي، التماس داخلي، والتماس خارجي داخلي وهنا أخذنا المثال ده هو عبارة على إيه؟ عبارة على مجموعة من الدوائر هنا عندنا دائرة، دائرة، ودائرة كمان نجد هنا نصف دائرة، نصف دائرة، نصف دائرة نجد هنا جزء من دائرة، جزء من دائرة وكمان نجد الحاجة المهمة عندنا هنا اللي هي التماسات ده بيعتبر إيه؟ ده بيعتبر التماس داخلي داخلي لدائرة ودائرة يعني هنا عندنا دائرتين كمان عندنا هنا تماث خارجي هذا يعتبر تماث خارجي لإيه؟ لدايرتين للدايرة دي والدايرة دي زي ما قلنا عشان نبدأ نرسم الرسمة بتاعنا نعيد نرسمها محتاجين نحدد نقطة البداية وخلينا نقول نقطة البداية هي النقطة دي هي المركز بتاع الدايرة دي عشان نحدد نقطة البداية محتاجين نحسب الطول بتاع الرسمة يعني من النقطة هذه للنقطة هذه الطول ده هو يساوي بكل بساطة خمسة وعشرين اللي هي ايه؟ اللي هي الار بتاع الدايرة دي يعني المسافة من هنا الهنة خمسة وعشرين زايد ايه؟ زايد ستين اللي هي المسافة من المحور ده العمودي للمحور ده فين الستين دي مكتوبة هنا ستين زايد ايه؟ زايد سبعين يعني هي المسافة من المحور ده للمحور ده زايد ايه؟ زايد الخمستاشر اللي هي بتمثل الار بتاع الدايرة اللي برا دي يعني في النهاية طول او عرض الرسم بتاعنا هو عبارة على خمسة وعشرين زايد ستين زايد سبعين زايد خمستاشر وده بيعطينا كم؟ بيعطينا مية وسبعين يعني طول الرسم بتاعنا مية وسبعين هنشيل المية وسبعين نشيل منها كم؟ او هنشيلها من كم؟ هنشيلها من ميتين ايه هي الميتين؟ الميتين هو طول نصف اللوحة بتاعنا ميتين ناقص مية وسبعين هتعطينا ثلاثين يعني المكان الفاضي من اليمين الرسمة وشمال الرسمة مع بعض يساوي كم؟ يساوي ثلاثين يعني نصف المسافة هي خمستاشر يعني المكان الفاضي ده هو خمستاشر عشان نتحصل على مكان المركز ده هنضيف الخمستاشر هنضيف لها كم الخمستاشر دي هنضيف لها خمسة وعشرين و هنضيف لها ايه؟ هنضيف لها ستين هتعطينا كم؟ هتعطينا مية يعني في النهاية وجدنا ايه؟ وجدنا المسافة من يمين اللوحة يعني من الخط ده إلى الخط ده عندنا مسافة تساوي 100 باجي ايه باجي الارتفاع من تحت اللوحة باجي المسافة دي لازم نبحث عليها ازاي هنجيبها محتاجين نعرف ارتفاع الرسم بتاعنا يعني من اعلى نقطة الى ادنى نقطة محتاجين نعرف المسافة المسافة هذي هي عبارة على ايه عبارة على 100 او عبارة على 25 زايد 60 زايد 30 ايه هي الـ 25 الـ 25 هي الار بتاع الدايرة دي يعني المسافة هذي هي 25 هنضيفلها ايه هنضيفلها 60 الـ 60 دي هي المسافة بين المحور ده والمحور ده والمسافة دي هي معطة هذي الـ 60 بتاعنا هنضيف كمان الـ 60 هنضيفلها 30 الـ 30 دي بتمثل ايه بتمثل الـ R بتاع الدايرة دي هذي المسافة هذي المسافة هي الـ R اللي هي ايه اللي هي 30 يعني في النهاية هنتحصل على ايه كارتفاع هنتحصل على 30 زايد 60 زايد 25 يعني المسافة كلها دي من هنا الهنا هي 115 ارتفاع اللوحة بتاعنا هو 247 ما ننسى الرجم ده هنشيل الـ 115 هنشيلها من 247 هنتحصل على 132 يعني المكان الفاضي اللي يفوق والمكان اللي يفاضي اللي تحت مع بعض بيعطونا كم 132 يعني المسافة دي بس الوحدها هي عبارة على 132 على 2 هي 66 كويس ما ننسى السؤال بتاعنا هو كم المسافة من تحت اللوحة الى المركز بتاعنا قلنا في تحصلنا على مسافة 66 هنضيفلها كم هنضيفلها 30 اللي هي الـ R بتاع الدايرة دي هتعطينا كم 66 زايد زايد 30 هتعطينا 96 يعني المسافة دي كلها هي 96 كده تحصلنا على مكان نقطة البداية ممكن الآن نبدأ نرسم الرسمة بتاعنا عرفنا المكان بتاع نقطة البداية هروح نرسم الأول وهنطلع من تحت 96 ونرسم المحور الأول بتاعنا هذا المحور بتاعنا الأول موجود على ارتفاع 96 بعدها هنيجي من هنيجي من اليمين هنا مسافة كم؟ مسافة 100 ونرسم ايه؟ الـ Centerline L العمود وكده تحصلنا على ايه؟ على نقطة البداية هذي نقطة البداية اللي هي بتمثل ايه؟ المركز بتاع الدايرة دي قلنا في الرسمة عندنا مجموعة من الدوائر وخلي يكون عندنا مراحل في الرسم أول حاجة بنحاول نحدد المحاور بتاع الدوائر بتاعنا زي المحور ده المحور ده المحور ده 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 محور لحدناه خلاص ده محور لازم نحدده ده محور لازم نحدده يعني ثاني خطوة بعد ما حددنا نقطة البداية نحاول إيه؟ نحاول نرسم المحاور إن وجدت في الرسمة بتاعها مثال هنا هنأخذ مسافة طولها سبعين هذه المسافة سبعين عشان نرسم المحور ده يعني المسافة دي سبعين ونرسم المحور ده العمود بعدها هنأخذ مسافة من المحور ده للمحور ده اللي هي مسافة كم؟ هي عشرين يعني هنبتعد مسافة عشرين ونرسم المحور بتاعنا ده دي مسافة عشرين بعدها هنأخذ مسافة من المحور ده للمحور ده اللي هي مسافة ستين يعني هنروح كده مسافة كم؟ ستين ونرسم المحور ده العمودي بعد ما رسمنا المحور ده العمودي هنرتفع من تحت عشان نرسم المحور ده هنرتفع 15 هنرتفع 15 ونرسم المحور الأفقي يعني المسافة هادي 15 باجي عندين المحور اللي فوق ده موجود على اي مسافة من المحور ده موجود على مسافة 60 يعني هنرتفع من هنا مسافة كم مسافة 60 عشان نرسم المحور بتاعنا ده بعدها هنيجي مسافة من هنا اللي هنا مسافة كم مسافة 20 هذه العشرين بتاعنا بين المحور ده والمحور ده عشان نرسم المحور العموتي بعدها بعد ما حددنا اماكن المحور بتاعنا ودي خطوة مهمة جدا هتسهل عملية الرسمة هنرسم الدواير لأسهل حاجة نرسمها هي الدواير هنا عندي دايرة الار بتاعها 30 هروح اركز هنا وأفتح 30 وأرسم الدايرة بتاعي بعدها عندي دايرة ثانية هنا هروح للمركز ده وأفتح كم هنا عندي الفاي 25 يعني الدايمتر بتاعي كله القطر كله 25 يعني هفتح اركز هنا وهفتح 12 ونص 25 على 2 هي 12 ونص بتمثل ايه بتمثل الار بتاع في دايرة ثانية محتاجين نرسمها اللي هي فوق الفاي بتاعها 25 يعني هنفتح الفرجار 12 ونص نركز هنا ونفتح 12 ونص ونرسم الدايرة هي كمان هنا نصف دايرة نصف دايرة الار بتاعها 15 يعني هروح للمركز ده وأفتح 15 وأرسم نصف دايرة كمان عندنا نصف دايرة هنا في الداخل كم من نصف القطرة هنا هو نصف 15 يعني القطر كله هنا هو 15 نصف 15 اللي هي كم 7.5 يعني هنيجي هنا ونفتح الفرجار 7.5 ونرسم نصف دايرة باجي ايه عندنا باجي عندنا نصف دايرة من ناحية التانية بنفس القطر اللي هو 15 أو نصف القطر اللي هو 7.5 أركز هنا وأفتح 7.5 بالفرجار وأرسم نصف الدايرة بتاعي كويس فيش حاجة تانية سهلة نرسمها هنا فيه عندنا خط بيربط بين نصف الدايرة دي ونصف الدايرة يعني هنوصل بس النجات ببعض ده الخط اللي رسمناه فيه خط تاني تحت زيه سهل نرسمه بعدها فيه أجزاء من الدوايا ده يعتبر جزء من دايرة كم الار بتاع والار بتاع و25 يعني هروح أركز هنا وأفتح 25 وأرسم جزء من دايرة نفس الشيء من ناحية التانية عندي جزء من دايرة هنا الار بتاع كم 25 دا جزء الدايرة بتاع يركز هنا أفتح 25 وأرسم الجزء بتاع الدايرة بتاع كويس بعدها عندنا ايه عندنا كمان جزء الدايرة دا كم الار بتاع الار 30 يعني هركز هنا وأفتح كم أفتح 30 وأرسم جزء الدايرة دا فيه شيء ثاني سهل نرسمه آه فيه الخط دا دا خط أفقي موجود على مسافة 15 من المحور دا وفيه خط تحت كمان ممكن نرسمه دا الخط اللي تحت دا الخط اللي بمثل الخط دا بعد ما خلصنا نصف الدوار الدوار والخطوط الأفقية دي هنيجي هنا ونحاول نرسم ايه المماس دا دا يعتبر مماس لدايرة وده يعتبر مماس خارجي ومماس لخط يعني في نفس الوقت هنا مماس للخط الجوز دا او التماس دا كم الار بتاع 25 يعني هنبتعد هنا مسافة 25 ونرسم ايه خط خفيف افقي على مسافة كم على مسافة 25 بعدها هنروح لمركز الدايرة بتاعنا هنا هذا مركز الدايرة ونفتح الفرجار هنا كم نفتح الفرجار هنفتحه مقدار الار بتاع الدايرة هذي اللي هو كم اللي هو 30 زايد الار بتاع الجوز اللي هي 25 بتعطينا 55 يعني المسافة دي كلها من هنا لهنا 55 ونرسم الجوز بتاعنا ده الجوز بتاعنا تحصلنا على ايه الان تحصلنا على المركز نقطة التقاطع دي هي المركز بتاع التماس بتاعنا يعني بكل بساطة اجي للنقطة دي وافتح الفرجار 25 ايه هي الـ 25 هي الار بتاع المماس بتاعي وارسم الجوز او التماس بتاعي كده وكده خلصنا التماس الاول خلينا نطلع فوق للتماس الثاني ده التماس الثاني الار بتاعه عشرة يعني هنرتفع هنا مسافة عشرة ونرسم خط خفيف افقي بعدها هنيجي لمركز الدايرة هنا ونفتح الفرجار مسافة كم مسافة ثلاثين هذه الار بتاع الدايرة دي زايد عشرة اللي هي ايه اللي هي الار بتاع الجوز عشرة زايد ثلاثين تعطينا اربعين يعني هركز هنا وافتح كم افتح اربعين وارسم الجوز بتاعي ده هتحصل على ايه هتحصل على نقطة التقاطة دي اللي هي بتمثل المركز بتاع الجوز ده يعني اجيب الفرجار واركز هنا وافتح كم افتح عشرة هي الار بتاع الجوز وارسم التماس المطلوب بتاع كده خلصنا تماثين واحد اتنين باجي حاجات كثيرة محتاجين نرسمها هنيجي هنا ونفتح الفرجار هنيجي هنا ونفتح الفرجار مقدار كم عشان نرسم ايه عشان نرسم التماس ده اللي يسمى تماس داخل بالنسبة للتماس داخلي هنا عندنا الار ستين وقلنا بالنسبة للتماس الداخلي عشان نحدد المركز بتاعه ناخد الار دي ونحذف منها كم نحذف منها الار بتاع الدايرة دي هذه الدايرة بتاع الار بتاع هكم خمسة وعشرين خمسة وعشرين نشيلها من ستين بتعطينا خمسة وثلاثين يعني هركز هنا وافتح خمسة وثلاثين وارسم الجوز ده نفس الشيء هنعمله فين هنعمله في المركز ده اللي فوق الدايرة دي الار بتاعها خمسة وعشرين الار بتاع التماس ستين نشيلها من خمسة وعشرين يتبجى خمسة وثلاثين اركز هنا وافتح كم افتح خمسة وثلاثين وارسم الجوز بتاعي ده وكده تحصلنا على ايه على مركز التماس ده يعني هروح اركز هنا ويفتح الفرجار كم افتح الفرجار ستين وارسم ايه وارسم الجوز بتاعي ده الجوز بتاعي اللي هو يمثل تماس داخل هنمر الآن للتماس ده هذا التماس بتاعي اللي هو كمان هنا تماث لدايرتين التماس ده هو تماث للدايرة دي وتماس للدايرة دي وهنا يعتبر تماث ايه؟ تماث خارج يعني هنا عشان نحدد المركز بتاع التماس ده محتاجين نحسب او نجمع الـ R بتاع الدايرة دي اللي هو كم اللي هو خلاثين زايد الـ R بتاع التماس اللي هي خمسة وعشرين خمسة وعشرين زايد ثلاثين خمسة وخمسين يعني هاجي هنا وافتح الفرجار خمسة وخمسين وارسم الجوس بتاع ده نفس الشيء هروح للمركز ده وافتح الفرجار مقدار ايه؟ مقدار الـ R بتاعي دي اللي هي 25 زايد 25 اللي هي الار بتاع التماس دي بتعطينا 50 يعني اجي هنا وافتح الفرجار 50 وارسم الجوس بتاعي ده وتحصل كده على ايه على نقطة التقاطع اللي هي بتمثل ايه هذه نقطة التقاطع بتمثل المركز بتاع التماس ده اللي هو قلنا تماس خارجي اركز هنا الان وافتح الفرجار كم افتح الفرجار كم هافتح 25 اللي هي الار بتاع التماس ده وارسم الجوس بتاعي ده هذي الجوس باقي كمان اشياء ثانية محتاجين نرسمها اللي هو ايه اللي هو الخط ده الخط ده يعتبر ايه يعتبر تمثل الدايرة دي وتماسل الدايرة دي نجيب المثلث بتاعنا ده ونحدد نقطة التماس هنا ونقطة التماس هنا ونرسم ايه الخط بتاعنا هذا الخط بتاعنا بيمثل تمثل تمثل الدايرة دي وادايرة دي وكده خلصنا الرسمة بتاعنا وفيه شبح كبير او ممكن نقول هي نفس الرسمة المطلوب نرسمها اللي هي دي ترجمة نانسي قنقر